هل لك أن تبين لنا ما أسباب الاشتباكات المسلحة ما بين البيشمرقة والجيش العراقي في مخمور تفضل بسم الله الرحمن الرحيم تحية طيبة لجميع المشاهدين العزاء بداية الرحمة والخلود للشهدائنا الأبرار الذين سقطوا من قوات البيشمرقة وأيضا من قوات الجيش العراقي الذين مع الأسفة الشديدة ذهبوا ضحية عدم التنسيق وعدم الوصول إلى اتفاق انتشار القوات وتوزيع المرابات الرئيسية بين قوات البيشمرقة وقوات الجيش العراقي هناك أربع مرابات رئيسية على جبل قراشوق هذه المرابات كانت بيد حزب الأممال الكودساني لحماية المجمع الموجودة لاجئين البككة بعد ضربها من قبل الطيران التركي تم إخلاقها وكان هناك اتفاق مسبق بين البيشمرقة وبين قوات الجيش العراقي أن يتم مشاركة هذه النقاط والمرابات بمشاركة يعني أن يكون بين البيشمرقة وبين الجيش العراقي هي أربع مرابات أثنين منها القوات البيشمرقة وأثنين منها القوات الجيش العراقي لأن هذه المنطقة هي منطقة حساسة وتسيطر على منطقة الديبقة وتسيطر أيضا على جميع الوحدات الموجودة للقوات البيشمرقة ولهذا كان هذا الاتفاق ولكن فوجينا بعد إخلاء البككة من هذا الموجود فوجينا بأن الجيش العراقي ضرب بالهاوانات بعض مقارات البيشمرقة ولم يسمح بدخول قوات البيشمرقة لهذه النقطتين ولهذا مع الأسف الشديد أصبح هناك اشتباك ومنامشات بين الطرفين ومع الأسف الشديد أدى إلى استشهاد بعض العناصر من الفيشمرقة ومن قوات الجيش رحمهم الله الجيش العراقي هو القوى الرسمية العسكرية الشرعية الأولى في الدولة العراقية كيف يمكن الآن لقوى مسلحة وإن كانت شرعية في أقليم كردستان العراق الذي هو أيضا تابع للعراق أن يدخل معها باشتباك مسلح مفتوح الجيش العراقي والبيشمرقة هما اثنان هما قوات رئيسية قانونية منظمة وكما قلت لحضرتك نعم لكن الأولوية هي الجيش العراقي سيد وفا عدم وجود قوات البيشمرقة دقيقة دقيقة أنت جاوبتيني يا 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 دقيقة أنا أريد أن أجاب السؤال لا 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 أنت وصلت سؤال أساسا سؤال غير دقيق أولا هذه المنطقة هي المنطقة تابعة حسب المادن 140 لا لا خليني خلص إذا خليني خلص وأقليم كردستان العراق هو جزء من العراق والبيشمرقة أيضا قوة شرعية والبيشمرقة أيضا قوة شرعية تابع للعراق لا والبيشمرقة أيضا قوة شرعية ونظامية وبالتستور ينضوي هي أيضا قوة شرعية لا يوجد ثلاثة قوة شرعية طيب على أن لا يتقاطع مع الجيش العراقي نعم تفضى سيد وفا أكيد لا يتقاطع مع الجيش العراقي ولكن ما دام يكون هناك انتفاق دقيقة لجاوبتيني ما دام يكون انتفاق مسبق هذه المنطقة تسلم نقطة للجيش ونقطة للقوات الفيشمرقة وأنا قلت لك مع الأسف الشديد الضحية كان شبابنا استشهدوا من الجيش العراقي ومن قوات الفيشمرقة هذا التقسيم يعني ما الاختلاف ما بين النقطتين لأن هذه المنطقة أنا أقول لأساس أن منطقة ديبقة قريبة من أربين وقوات الفيشمرقة قريبة من هذه النقاط يجب أن تكون نقطتين لقوات الفيشمرقة وأكو اتفاق مسبق على هذا الموضوع أكو اتفاق مسبق يا أختي الفاضلة